السلام عليكم ورحمة الله اللهم صلي وسلم وبركة علي سيدنا محمد عليها أفضل الصلاة والسلام إزايكم عاملين إيه يا رب تكونوا بألف خير النهاردة إن شاء الله هنعمل طريقة الفصولية البيضة طريقة حلوة سهلة بسيطة لو أنت ما بتحبش الفصولية أو عيدك بعد الفيديو ده هتحبيها جدا جدا أنا كنت من الناس اللي مش بحبها وكل ما جبخها يعني لو بقولها يعني مش حبها بس بقولها يعني لو ايه أمر لله هاكل منها فكل ما جبخها أغير في طريقة كده أعمل تكة كده أعمل حاجة كده لحد بجد طريقة دي امبهر من الآخر كل حد كده كلها من إيدي بيدعيلي بجد يقولي انت عاملة فيها ايه بالزبط تابعيني وانت تعرف ان عاملة فيها ايه كم تكة كده حلوة جدا جدا بتنقل لي الفصولية النقلة تانية خالص شايفين الجمال ما شاء الله بجد الفصولية تتحدث عن نفسها لايك بقوا وانت بتبعيني السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اول حاجة هنقول بسم الله عندي يا جماعة كمية الفصولة البيضة حوالي نصف كيلو من الفصولية انا نقعد وهنقول ست سبع ساعت كل ما تنقعيها اكتر كل مش هتاخد وقت في التسوير شايفين الحباية بتتكسر بسهولة لما بضغط علي لكن ضغطة جمدة شوية فالحباية بتتكسر عندي بصلة كبيرة مفرومة عندي كمية حلوة من الطوم يعني حوالي عشر فصص طوم بس الفص كبير عندي طماطم انا فرماها ادمد الدهنية بتاعت الزيت الزيت على قد ما حمر البصلة بتاعتي مش هحمرها بس انها تتبل كده وتاخد لون خفيف شايفين اول ما البصلة بتاعتي تشقر زي كده هنزل بالصلصة بتاعتي دي طماطم يا جماعة مضربة حوالي كيلو ونص طماطم شايفين لونها من شاء الله حلو جدا انا فرماها مع فلفل احمر اول تكة في صلصة الفصولية بالزيت فرما معها فلفل احمر يعني خلاف كمان لون الطماطم بيخلط عما حلو جدا جدا التوابل اللي عندي معلقة كبيرة من السكر معلقة كبيرة من الملح معلقة صغيرة من السبع بغرات معلقة صغيرة من الكمون نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود يعني كل التوابل سكر ملح كمون البغرات السبعة فلفل اسود وان شاء الله المقدرة في صندوق الواصل تقليبها كده وخليها تتسبك مع نفسها ونيجي هنا للفصولية بتاعتي مية بتغلي لازم يا جماعة تكون بتغلي مفهاش اي اضافات خلاف بس هضيف نص معلقة من الكمون كلنا عرفين طبعا الفصولية كلها غازات وانتفاخات كده وبتاع فنص معلقة تكمون هتزبط الدنيا ضفنا كده الفصولية بتاعتي هتاخد غلبة واثنين زي ما قلتلك كل ما هتنقعية كل مش تتاخد معاك وقت في التسوية نقعتها حوالي 7 ساعات غلبتين اثنين وهضفي عليها عندي هنا اللحمة بتاعتي أنا مولاة عليها عشان بس هاخد الشربة بتاعتها مش هبخ معاها لحمة ولا حاجة بس الشربة بس مش اكتر لو ما عديك الشربة مقعبين ملأ ومشي حالك هتمشي واتبقى زي الفل الفصولية بتاعتي يا جمعة بعد غلبتين حلوة وكده أنا مش عايز اهريها خالص في السلب شايفين الرغوة دي دي كلها بصر انتفاخات بقى وغازات وريحة عايز اقولك احتسل مش حلوة خالص تاني تكة معانا في الفصولية هنشطفها شطفة حلوة جدا هنشل الريمة الاول بعدين هنخسلها غسلة حلوة جدا ونصفيها خالص خالص في نفس الحل اللي سلقنا فيها شطفناها شطفة حلوة كده ونضيف معلقة كبيرة من السمنة السمنة بلي دي يا جماعة سمنة او زبدة اللي اتنين حلوين وشغالين تمام معلقة كبيرة من الزيت كده او حوالي معلقتين زيت مع معلقة السمنة وهنزل بمعلقة حلوة كده من التوم شايفين سبت حوالي فصن توم كده هحتاجهم دلوقتي شايفين كميتي التوم علقة صغيرة في السملان يا دوبك تشقر معايا في السمنة وهنزل بالفصولية بتاعتي مهم جدا يا جماعة الفصولية تخسليها كويس جدا جدا راحت السلق بجد مش لطيفة لو مش هتفتهاش كويس كده وطلعتها من السلق على السلس على طول بتديك طعام مريحة مش حلوة خالص وكمل بتتعب البطن تمام هنشوحها بقى كده وبصوا بقى يا سيدي يا سيدي بجد الفصولية بقى في السمنة البلدي مع التومة كده حلوة بجد هننزل بمكعبين من المرأ دول مكعبين أنا فرقتهم كده وهنشوح الفصولية بتاعت التشويحة دي لازمتها ايه عايزة اقولك بتدمج كده الفصولية في التومة في السمنة لو فيه اي ميا ولا حاجة بتنشف معاكي في التشويحة دي فابتخدي أحلى طعم للفصولية دي تاني تكة معنا جماعة أول تكة الفلفل الأحمر في الصلصة وتاني تكة التشويحة دي مع المرأ مع التومة مع السمنة البلدي هنزل بكبشتين من الصلصة شايفين لونها حلو ازاي تحفة عملت كده قمقان حاولي يعني طلع طبع قرون في الفل أحمر كوبار كده فخلى اللون والطعم طبعا حاجة تانية خالص هنقلبها كويس جدا جدا عايزة اقولك بنشوح في الفصولية قبل ما نضيف الصلصة لحد ما تحس انها خلاص نشفت وهتبدأ تتحمر معاكي ما في السويل خلاص فننزل بكبشتين من الصلصة مهم جدا ان ننت تشوحي الفصولية ونضيف كبشة ونقلب يعني حاولي دقيقتين بس مش اكتر تقليبة كده حاولي دقيقتين وبعدين هب هنشيل الفصولية بتاعتنا كلها ونضيفها على الصلصة بتاعتنا شايفين دقتين بس وهقلبها هنا قلبتها شايفين الجمال من شاء الله حلوة جدا جدا يدوك بس قلبتها من الحلة دي للحلة دي ما ضفتش اي حاجة من شاء الله حلوة بجد ورحتها واو بجد جبنا بقى شربة اللحمة بتاعتنا ونضيف الشربة كده واحدة واحدة طبعا مش بصوا الفصول يا جماعة بتققى بتصبكة بتققى حلوة جدا جدا يعني حاول ما تعومهاش كده وتبقى صيصة لأ تبقى مسسبكة الطمطم غالية وكل حاجة بس ما عليش دفصول يا جماعة لازم ايه ايه تاخد حقها هتاخد بقى غلوة واثنين وهنرجع نشوفها مع بعض من شاء الله بجد لو ما كانوا شميت ريحة حاجة حلوة خالص اخر حاجة بقى فص الطوم اللي كان باقي معنا فص الطوم حلوة كده كبير ايه مفروم نضيف نفع في الاخر خالص دي اخر غلوة هقلب تقليبة وهطفي خلاص كده بصوا بقى من غير مبالغة والله ومن غير كلام كتير بس بجد كل اللي بيأكل الفصولية من ايدي بيقول لي بجد احنا بناكل الفصولية عندك اه بنحس ان احنا بناكل حاجة تانية مش فصولية حاجة حلوة جدا جدا اعمليها وجربي ودعيلي ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا لو انتم ما بتحبوها لو كنتم ما بتحبوها ازاي ان شاء الله اوعدكم هتحبوها جدا احطت لحم عشان للتقديم لكن انا مطبقتهش مع لحمة يعني شربة بس مقعبين مرأة ولو ما في الشربة عادي خالص كيفية مقعبين المرأة شايفين حلوة جدا ما خدتش على فكرة وقت في التسوية يعني غلوتين اتنين في السلق وغلوتين اتنين كمان في الصلصة مش اكتر من كده شايفين دايبة ومستوية وفي نفس الوقت الحباية حباية يعني مش القشرة في ناحية والفصولية في ناحية وتحس انها بتقشرة كده لا تنسونيش لايك واشتراك بالقناة استوضاعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته